طويق القدس يا مو بالقلمون وبالزبداني وبحامس وبحلب وبدوعة وبالسويدة وبالحسكة اعرف وجئت ان هذا الكلام ليس كلام حسن نصر تصور هذا الكلام قال الخميني في سنة 1986 في اذاعة كان يوجهها للشيعة داخل العراق وقال نصا قال ان لن يتم تحرير القدس الا عن طريق كربلا والعراق ودول اخرى يبدو ان كان يقصد لبنان لان اللبنان راحت ايضا لقمة سائغة لها طويق القدس يا مو بالقلمون فيك تشرح لي ليه طريق القدس صفة مرأة من كل المطارح الا من طريق القدس الحقيقية نحن يا خي على راس السطح نحن على راس السطح اصدقاء الصهاينة وحلفات اسرائيليين لا نخفي هذه الصداقة ولا نخجل بها بل نؤمن بها وندعو كل اللبنانيين الى تعزيزها والى توسيقها وهذا مصحة للبنان اولا جاءت هذه الاعترافات لتجيب على التساؤلات الكبيرة بخصوص التناغم بين الصهاينة وحزب الله رغم التظاهر بالعباد الرئيس الايراني اراد تحرير فلسطين فسرق العراق حافظ الاسد اراد تحرير فلسطين فباع الجولان بشار الاسد اراد تحرير فلسطين فدمر سوريا حسن نصر الله اراد تحرير القدس فهيمن على لبنان عندما يترضى بعد المرتاسفة على حصر نصر الله اقسم بالله العظيم لن نرى مسجد الاقصى بعد اليوم والله العظيم اذا ما قتلنا حصر نصر الله سأقسم بالله العظيم بعدها قولوا لي سنصلي بالمجرسة المباركة